أهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي في عز المنافسة وفي عز حموة المباريات وسخنيتها حريصة على علاقاته حريصة على التزاماته حريصة على رسالته شوفوا العلاقة الرائعة جدا مع الأشقاء السودانيين ممثلين في بعثة المريخ اللي مقيمة في القائرة اللي هتواجه الأهلي وشوفوا درجة المسئولية اللي النادي الأهلي بيتعامل بها وبعدين هتروحوا بعيد ليه؟ تعالوا نشوف كلام مهم لأنه في النهاية هتلاقوا الأشقاء رأيوهم ايه في بي بعضمة لسانه أصداء لدى الأشقاء تعرفوا أن أروح حاجة في أنك أنت تنظم كاس العالم للأندية سنة اللي فاتت في قطر والسنادي في الإمارات وتنقل المنافسات الكروية للدول الخليجية العربية الشقيقة شوفوا حجم نمو الشعبية بتاع النادي الأهلي شوفوا الأصداء لدى الأشقاء بره عامل إزاي؟ شوفوا صورة مصر الحلوة الرائعة النادي الأهلي شايلها وبيقدمها للأشقاء إزاي؟ شوفوا كيف يمكن من خلال المعيشة بشكل مباشر دون تدخل الوسطاء أن تتصحح مفاهيم ظالمة لبعض النقاد والمعلقين ومقدم البرامج لما رأوك رؤية العين واحتكوا بك شوفوا بيقولوا عليك يعني كانوا بيقولوا إيه وبيقولوا إيه دلوقت وهذا قعب طمار أن البطولة عملت على رأيك في الخليج بقالة سنتين وربعا شافوا الآلي وعاشوه مش من خلال بعض المرسلين اللي بيتوجه بطريقتهم وبتضل كان بيتقال إيه من شهر ودلوقتي بيتقال على نفس الألسنة إيه؟ وعلى فكرة ده هتلاقوه مش بس في الخليج العربي في المغرب العربي شوفوا صورة الآلي شوفت الأسبوع اللي فات وإحنا بنينقل رأي الأساس بدر الدين الإدريسي واحد من كبار الصحفيين المغربة شوفوا رأيه في الآلي وشوفوا ردود الأفعال لدى الأشقاء في المغرب وفي الجزائر وفي تونس في تونس الإزاعي التونسي الأساس عبد الباقي بن مسعود رأيه إيه في فوز الآلي وهو يتحدث في القناة الوطنية التونسية اليوم الحب نحكي على الرئيس الكبير والإدارة الكبيرة وماش ناخذ مثال باش نفرقه بين سلوك في نادي حافظ على الكبار متاعه على حجمه وفي نادي آخر اللي كل مرة يوجه طعن النفسه ويصغر من شأنه الأهلي المصري إن هزم في مصر مع سنداونس هزيمة مفاشئة ما انتظرها حتى واحد الأهلي الكبير يخسر مع سنداونس في مصر ردت الفعل إدارة رزينة تقبل للهزيمة اعتبار أنه الهزيمة تدخل في اللعب وأنه أتومة مو نجم نخسر ماتش مايش نهاية الدنيا هذا موقف ضع رئيس كبير اسمه محمود الخطيب إدارة كبيرة اللي هي إدارة الأهلي اللي هي ماشى وهي يتكبر في النادي متاحه في الواجهة مشيرة لأخرى الزمالك وأهل الزمالك باش يدافوا على أنفسهم بتوجيه التهم المتواصلة للأهلي أنه الأهلي معناها يربح بالحكام وأنه الأهلي قاعد يربح لأنه عنده رجال عنده رؤساء كبار محمود الخطيب واقتصمه يخطب الأهلي المصري اللي هو صاحب الأرقام القياسية في رابط أرطال أفريقيا في التتويجات الأفريقية هذا ما جايش بليش هذا جاي برزانة بالحكمة بالعلاقة الوطيدة الموجودة بين مسؤوليه وبين كورة القدم ولحب يبني مستقبل فريقه يجب أن يكون عنده رئيس كبير كيمة محمود الخطيب يعني عندما تأتي الإشادة من مساحة كروية هي تنفسك شئنا أو أبينا المنافسة بين الأندية المصرية والأندينة التونسية والمغربية ثم الجزائرية شمال أفريقيا منافسة واضحة جدا حتى في الترتيب بتاع الأندية ولكن هو أي كورة القدم لازم تؤدي إلى النتيجة دي أن الناس تحترمك لسه بقولك تخسر المباراة لكن محدش تهزت ثقته في الأهلي ولا في مكانة الأهلي لأنه عارفين أن ده يحدث في دنيا كورة القدم لكن اللي بهز الثقة أنك تصرف بطريقة عشوائية قال لك لا ده فيه رئيس نادي وسمى كابتن محمود الخطيب متوارس هذا النظام لا تعامل بهدوء وبينطجه وعرف أن دي في إطار الملعب هزيمة صدفة هزيمة ملعب لكن ما تخلناش نفقد الثقة في نفسنا لذلك أنا أعول ومعي جماهير الأهلي أن إحنا مكسبنا في أفريقيا دلوقتي بقت ليه علاقة بالاحتفاظ بنظرة القدارة والاحترامة التي ينظر بها إلي ده كلام مهم جدا نشوف كمان في نفس القناة التونسية الشقيقة المعلق التونسي بوستة رأيوه النقطة الإيجابية للأهلي نحكيه وزيده على قوة الانتدابات تخيل معناها ملعبية كبار ما نصورش وهنو فما فريق في التونسي مثلا تاول جنوب أفريقي نجم يأخذوا من برايتو الحقيقة قوة كاستينغ متاع انتدابات الانتدابات تكون ناجحة لأنها ثم إدارة قوية ثم ميزانية ضخمة ثم استمرارية مش مش نزيد بارشة على الأخيان ولكن الحقيقة الأهلي يبقى أقوى فريق في فريقيا بالإمكانيات المادية خاصة بالإدارة فريق عمليق صحيح وهنو تراجي مثلا قرب المستوى شوية في وقت ما ولكن ما تصيرش استمرارية عكس النادي الأهلي طيب لما يتكرر الأمر على الآن أكتر من ناقد ومعلق ومقدم برنامج بنفس الاتجاه ونفس التقدير ونفس الاحترام رغم الهزيمة وجاء كل هذا الكلام في ظل الهزيمة على أرضك ما كانتش متوقعة يبقى معناها أن الناس دي شايفانا كده ما فيش مجاملة محدش حيديلك ولذلك الاحترام ما بيتحيش لكن ينتزع أستاذ إبراهيم بالتصرفات صادقة عبر تاريخك مهمة مهمة